السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله رجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة بالنسبة لطلبية اليوم واحدة طلبية اللي خفيفة ضريفة خفن زربن فيها جوج ديال الوصفة فقط وكيف معودكم دائما كما كان قوليكم كان حاول انا نشارك معاكم شي حاجة اللي سهلة زوينة او اقتصادية وكتحمر الوجهة في نفس الوقت بالنسبة لطلبية اليوم فقد نشارك معاكم ان شاء الله واحد الكيك كي يجي رائع شكلا وماذا قن بدون دقيق ابيض بدون دقيق مافيش قاعد دقيق نهائيا غن نحضره ببيسكويت وغادي نشارك معاكم ايضا ميني بسبوسات بالكريمة بوحد طريقة اللي ساهلة ساهلة بزاف وجد مبسطة تحتها بنسبة للمبتديئات وكي يجيوا صراحة زوينين راقيين في شكل ديالهم وكيجيوا ايضا لدادين بزاف بزاف تبعوا معايا اخواتي الفيديو حتى الاخير ان شاء الله غتشوفوا معايا كل شي بقى دقت تفاصيل نشارك معاكم اتمينات البيع ديال كل حاجة غيبات تبخلوش عليا كيف ما كنقول لكم دائما بلايكاتكم لايجزيكم باخرر ما غتخسروا تشي حاجة فقط غديروا ديك اللايك لانتوما ربما عندكم ما كتسوى تشي حاجة ولكن انا بالنسبة ليا را كتشجعني بزاف وكتحفزني بزاف 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 انني نزيد نشارك معاكم فيديوهات كتر وكتر وكتر ولي اول مرة كتزور القناة ديالي لا تنسيش حبيبتي اشتركي وفعلي الجرس باش دائما توصلي بجديد الفيديوهات ديالي ويلا بداو بسم الله على بركة الله هنا بالنسبة للمكونات الكيك اللي كيف ما اسبق لي وذكرت غيكون بدون دقيق غنحتاج في هنا ثلاثة الحبات ديال البيض اللي يكون بدرجة حرارة المطبق ويكون متوسط الحجم عمدي هنا يا تولوتي كأس ديال العنباء ديال السكر حبيبات اللي نخلي لكم ان شاء الله العبارة بالجرام والميلي لتر التحت في صندوق الوصف وهنا عندي نصف كأس ديال العنباء زيت نباتية وغنحتاج كأس ديال العنباء ديال الحليب ميو عاديل مائتين ميلي لتر هذا الكاس التي نعبر به أنار تحديث لـ ١٠ ميلي لترى و هتما تعلم الكاسو غير ١٥ ميلي لترى هون دي العنب و لكن يكون الصغر من هذا المهم أنا لدي فيه ١٠ ميلي لترى وهنا غا نحتاج ٢٠ و ٥٠ جرام دي البيسكويت مطحون أنا استعملت هذا البيسكويت الجديد هذا تقريبا شابه باللوتووس و تكون فيه نفس البناء ولكني يكون بنين كتر من الوتووس وتقريبا ، التمن دياله لم يختلف بها يجب أن يكون قليلاً قليلاً لا تستعملوا أي بسكوين لا تستعملوا هذا بالضبط ولكن هذا يأتي ببنين ويعطينا لون مغلوق للكيك بحل ما تستعمل فيه الكاكا أو القرفة أو كاكامل يأتي فيه لغوم مميز ونحتاج نزوج الأكيس الخاميرة كما ينفئة 8 أو 7 قرام وكيس سكر منوكات الفانيليا ورشيشة الملح ونضفت الملحة سكار أو الب timest Phillip خلت البطاق وضفت لا يمكن عمل خلط الكهربائي ويمكن تنزوج الملحة ونضفت البنเปدين العديد ونضفت الحاليب وهي سكرت السائلة على الهباء نضاخ الكيمية ال evacuate وضفت Stockholm ومتحزة from the top لن يكون خفيف من خليط لدينا خفيف من خليط و هنا بالنسبة للمول نستعمل هذا القرانات المهم هذا يكون بشكل و في هذو الأشكال بحضر البيض هذا يمكن نقول له المول مهم كل ما يسمى انا اريد دهنته بشوية الزبدة لان انا خفت ليل الصقلي مع ايضا الحفيرات و ايضا القناة يشدون العجين يشدون الزبدة الزبدة تكون لينة و سوف نخلط فيها الخليط الكيك اللي عندي كامل كما تلاحظو معي هو سراحة يكون في الأول كيبال لكم رقيق و كيبال لكم ما يتنفخش او لكي تقولوا بانما خفيف ما يطلعش ولا كيبال لكي يتنفخ و يطلع و يجي ارائع ممكن تستعملوا شي مولي يكون صغر من هذين بغيتو يجيكم عالي على هكذا سوف ندخل ده بالكيك ديالي الفران سوف ندخل من قبل 1 مدة 10 دقيق على نار لكي تكون مهيلة او متوسطة سوف ندخل الكيك ديالي من الفوق انا عندي فرن غازي حتى نشوفه بدا كي يغمق اللون مع الجنب و نريد بطول تحت 1 مدة 5 دقيق هذا يكون الشكل الماء بالنسبة للمدة تقريبا اخدالي 1-25 دقيقة ما بين الفوق و التحت بالنسبة للتزيين فاخترت انا نزينه بشوية شوكولاتة سدهن و شوية هاد زبدة بما انه عندي فيه البيسكويت اللي يكون بحل اللوتشيس فذاكشي لشي قررت انا نزينه بهاد البيسكويت ديال اللوتشيس هنا بعدما قلبت الكيك ديالي انتو ما شوفوا كيف يجي الشكل دياله صراحة يجي رائع بزاف بزاف و فكرني اعبذك العلب ديال البيض اللي كان ندير فيهم البيض صراحة يجي بحلقة هنا بالنسبة للشوكولاتة ديال الدين فانا نزينها في واحد الكورني و غدين ندير بها كده خطوط من الفوق نفس الشي حتى بالنسبة لدك اللوتشيس ممكن زعوضوه بالكاراميل او لنست الكاراميل و تزينو بها كده من الفوق حتى هو غننديروها في واحد الكورني و نزين بها كده خطوط من الفوق و صراحة كده كان الشكل ديال الكيك ديالي و هذا هو التزين دياله الميزة اللي فالكيك دياله و انه بسرعة يوجد و بسرعة يزين و صراحة نزين راسه براسه صراحة سوف نخلي الكيك ديالي علاجه بشي برد و غدينو الزبا بش نحضر البسبوسات ممكن تحضرها بسبوسات بحجم عائلة سوف تشفيه هنا زوج الحبات ديال البيض يكونوا ايضا بدرجة حرارة المطبخ نصف كأس من السكر حبيبات ممكن تديروا اقل ممكن تديروا اكثر نصف كأس زيت نباتية سوف نحتاج هنا كأس غير مملؤ من الحليب تقريبا 180 ميلي لتر ديال الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ و عندي هنا زوج الكؤوس ديال السميد المتوسط اللي يكون خاص بالحرشة والبسبوسة تقريبا 240 جرام لان كل كأس يهزلي مئة وعشرين جرام ديال السميد تقريبا تقريبا كيس السكر و كيس خميرة كيموية و الملح دائما لتصحيح الدوق سوف نضيف الملح والفاني والسكر بنفس طريقة سوف نخلط بخلط يدوي نفس الشيء لا تقريبا خلط الكهربائي سوف نضيف و سوف نضيف الزيت و سوف نضيف و سوف نضيف و من بعد نضيف الحليب و نفس الشيء سوف نضيف و سوف نضيف و سوف نضيف مكونات كاملين و سوف نضيف النواشف سوف نضيف السميدة كما تلاحظوا معي سوف نضيف لان عندي العبارات و محافظة سوف نضيف كوك و خميرة و سوف نضيف كل شيء كما تلاحظوا معي حتى تحصل على خليط تقيل قليلا ليس بحل خليط و كما لاحظوا معي كل قاوم هنا بالنسبة للمول سوف نستعمل ف سوف نستعمل دائريين سامبل ممكن تستعملوا سيليكون يكونوا أحسن و عمليا أحسن ما كان عندكم لا يمكنك خدموا غير بهذا او لا يمكنك خدموا بأي مول كما قلت لكم بحجم عائلة يكون كبير هنا رد هنتهم بعض الزبدة و رشيت بعض السميد و هنا أخذت الورقة و قطعته دوائر صغيرة لكي نضيفهم كقاعدة لتحت في هذه المول غير لكي نضمن البسبوسات لم يلسقوا من البسبوسات هنا من الأحسن وجدوا المول و خلطوا البسبوسات لأن كي نشف أنا صراحة خلطوا و دهنتهم و رشيت عليهم السميدة نشف لي خالد ولكن لا يوجد نفس النتيجة لدي الكيمياء التي شاركت معكم ستخرج 12 حبة بالضبط و من بعد مساعدتهم سنتدخلهم الفران هنا الفران باقي لدي سخون و باقي شاعل كان طيبهم من الفوق و النار تكون تحت منهم حتى يبدو تحمروا معجنب و كان هبطهم من تحت لتحمروا من وجه غير ما تحرقوهم بزاف البسبوسة أنا تعجبني يجي محمرة لكي تجي طيبة من الداخل لا تجيش معجنة من الداخل والخصوص لكي تفزقوها إذا كانت لم تطيبة من الداخل كي تجي معجنة لا يحتكي يتحمروا سوف نحضر السيرو لان السيرو يجب أن يكون بارد ضروري من الليلة طيب لدينا البسبوسة بالنسبة للسيرو يحتاج إلى هنا كاس السكر كيسان الماء و نصف حمضة سوف نضيفهم كاملين و نضيفهم على النار التي تكون مهيلة على ما يغلالي الخالط لدينا مدة 5 دقائق و سوف ندخل الكلاجة بشي برد أنا صراحة دخلتهم المجمد على ما تطيبوا البسبوسة كما تلاحظون و يكونوا على شكلهم و يجب أن يكونوا حمرين و أردتهم و أردتهم من الأسفل لكي نشربهم بالسيرو و لا يريد أن يتحييد و لا يريد أن يكونوا مشربين و يبدو أن يتفرتهم و قلت أنني نحييدهم قبل و من بعد نشربهم و كما لاحظت معي سوف نحييد الورق في الأسفل و من بعد دست لكي نشربهم و هم سخونين و السيرو بارد سوف نشربهم برد بسرعة سوف نسقي بها البسبوسة كما تلاحظون معي تقريبا نضع زوج معالق في كل حبة هذه البسبوسة سوف نشربهم و سوف نحضر الكريمة بالنسبة للكريمة التي ستكون من الفوق سوف نحتاج فيها نصف لتر الحليب لا يأخذ الحليب أي نوعية عندكم متوفرة تقدروا تخدموا بها سوف نحتاج زوج علاب الياورت بذوق الفانيليا ممكن تستعملوا أخر ولكن من الأحسن استعملوا الفانيليا سوف نحتاج هنا زوج معالق النشا زوج معالق السكر حبيبات و الحلوة تبقى على حسب الضوغ غير ما تكتروا لأنها تشربين سوف نحتاج كيس السكر بين نوكات الفانيليا و هناك 4 قطع الجبن المربع استعملت هذا النوع ممكن تعودوا بالجبن الكريمي إذا كان لديكم العلب ثلاثة المعالق أو زوج معالق هنا في نفس الكاثرونة اللي عندي فيها الحليب ضفت عليها سكار والنشا والفاني و نضيف عليها أيضا دوك القطع الجبن سوف نحركهم مزيان مع بعضيتهم و نضيفهم فوق نار لتكون مهيلة مع التحريك المستمر لا نحبس نهائيا من التحريك لأنه لدينا النشا إذا حبسنا بالتحريك سوف تقام مركزنا لتحت و سوف تحرق لنا ممكن أن نحرك نحرك حتى نحصل على خليط اللي يكون كريمي في هذا الشكل كيف تلاحظوا معي هذا الفرماج يدوب و كل شيء يرجع لنا المهمة كده خليط كريمي بعد ما نزول كسرنا ديالي من فوق النار حتى نحيدها من فوق النار نضيف زوج علب الياورت اللي ذكرت معاكم في الأول نخلط مزيان مزيان و هذا كتكون عندي الكريمة بسبوسة هذا كما تلاحظوا معايا نضيف تقريبا واحد زوج معا في كل بسبوسة المهمة حسب الفراغ اللي تبقى علي من فوق ديال الليمون أنا صراحة خليت واحد لكي نضيف الكريمة ما تعمروا مش كاملين إذا كانوا عندكم الليمون صغر من هادو ما تستعملوا مش خاص يكونوا عندكم الليمون عاليين لكي نضيف الكريمة سوفو كان عمر فيهم كذا الكريمة كما تلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا وهنا كما تلاحظوا معايا باقي عندي شاعر أنا لم أطفيتوش غير وشنو هي نقصتوه مزيان يعني خليتوه النار مهيلة بزاف باش نرجع في هاد الكريمات تتشمع من الوجه ديالها او لا باش زيت تعقاد هناكي ما كتلاحظوا معايا من بعد مساليتهم أمرتهم كاملين غندخلهم دابا الفران كتكون فوق منهم ولكن مهيلة بزاف غير واحد المدة ديال زوج دقائق حتى ثلاثة دقائق حتى تضعوا عليها سبعكم تشعروا بأن الكريمات نشفات سوف تحيدوا هذه البسبوسات من الفران كما تلاحظوا معايا حتى يدعوا الكريمة من الفوق نشفات يعني الكريمة ما تلسقلش في السبع ديالي ومن بعد فاش نخرجهم من الفران انا ندخلهم تلاجة مباشرة من الأحسن دعوهم ياخدوا شوية درجة حرارة المطبخ انا صراحة دخلتهم مباشرة لمجمد دكشي علاش غيباني لكم هنا بحالة تكمشوا لي من الوجه ديالهم لأن دخلتهم وما سخوني المجمد باش تغياء يبردوا لي ما كانش عندي الوقت بزاف بالأحسن خليوهم هكذا فتلاجة عادية وخليوهم يباتوا وقعليلة يكون أحسن هنا من بعد ما كما كاتلاحظوا معايا من بعد ما كيبردوا يعني ذيك الكريمة كاتعقادوا كتجمد كان حاولا كده أنا نديموليهم من هاد اليمول هادو خيرا كده كان نجبدهم مع الجناب باش نتأكد بأنهم مديمولين يعني باش يساعدوني بسرعة يديموليه وصافي كان أخذها كده واحد لموس أو واحد لمعالقة صغيرة وكان ندوزها من الجنب وكان بحالة كان نقعد ذلك البسبوسة باش نضمن أنهم يتحيدوا لي بكل سهولة سوف تقلبوه ماكدا فوق شي طبصيل او لا اللي كان غيباش تضمنوا أنه ماكدا ميتطاحوش ليكم من النوم من بعد كترجعوا تقلبوهم البسبوسة كتجمد من تحت كمرحلة أخيرة في التزيين سوف نقوم بشكل مهر ليس للتزيين من الفوق ممكن تزيينه باش مبغيتو اللي متوفر عندكم تقدروا تقلبوه وهكذا كان الشكل النهائي للطلبية اليوم كما لاحظتم معي شيئا عراقية وسهلة في نفس الوقت مددت لي بزفد الوقت ولا حتى بزفد الجهد او حتى بزفد المكونات بالنسبة لهذا الكيك شوفوا معي كيف يأتي رائع وخفيف خفيف من الداخل وخفيف غير جربوه وغادي تعرفو كيف يأتي هذا الكيك هذا البنات أنا خرجته ب80 درهم نظرا لأنه فيه البيسكوي وراكم عارفون ذاك البيسكوي كيكون شوية غالي اما بالنسبة للبسبوسات فتاهم يأتي ورائعين بنانين وكتجي ذاك البسبوسة كلها مشربة وبنينة بزفزف بالنسبة لهذا البسبوسات الفرديين فأنا خرجتهم ب8 درهم للحبة كما لحتوا معي رأخرجت منهم ب12 حبة الفيديو جالي هنا غادي سالين تمنى حبيباتي تكونوا استفدتوا معي نخليكم دابا إلى فيديو جاي إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة